التعرض لأشعة الشمس بهدف الحصول على لون بشرة برونزي أو التان شي مرغوب وتريند عند كتير من الصبايا والشباب بس ضروري تتعرفوا على الأضرار اللي ممكن يسببها في حال ما تم تطبيقه بطريقة آمنة ومعتدلة ومنها الأضرار حروق الشمس التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية ممكن يسبب حروق الشمس غير إنها مؤلمة وبتزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد بحسب الدراسات تلف الجلد الأشعة فوق البنفسجية ممكن تسبب تلف الجلد على المدى الطويل وبالتالي الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعد وفقدان مرونة الجلد تصبغ الجلد الأفراد بالتان بسبب تصبغ غير متساوي أو ظهور بقعداكنة معروفة بالكلف خاصة بالوجه تلف العين التعرض للأشعة فوق البنفسجية ممكن كتير يسبب تلف العين وزيادة خطر إصابة العين مثل ضبابية الرؤية جفاف الجلد التان بزيد من خطر جفاف الجلد وبالتالي تقشره وفقدان الترتيب الطبيعي وطبعا لتجنب كل هاي الأضرار اللي حكينا عنها لازم تحرسي على استخدام واقع شمسي بعامل حماية مناسب واختاري ملابس واقية مثل القبعات ونظارات شمسية وكتير ضروري تتجنب أوقات الذروية اللي عادة بتكون بين الساعة 10 صباحاً والرابعة عصراً وأردت ببشرتك بشكل كتير منيح بعد التعرض للشمس ترجمة نانسي قنقر